ها ديك اسمي ايوه شكبالا شكبالا وضربة الترجيح اللي شطها بعض الناس انتخذت شكبالا انت ما بتشوتش كتير انت مش متخصص ضربات الترجيح ليه شطت الضربة الاخيرة ليه شكبالا شطت الضربة الاخيرة واحنا متطفقين كلنا لان كل اللاعبها في العالم بتضيع عادي هو شكبالا اخر ضربة جزاء سجلة عارف امتى اه مش فاكر مع حسام حسن ما كان مسك الزمال اكتري 2010 2010-2011 هو اللي تقال اللي مش عارفها كانت دوره على مين ومرضوش وفي الاخر الناس دي شاطت بس هي في الاول الاخر انا في اعتقادي هو هي نصيبه طفل مش عايزين برضو خلي بالك اللي الناس يقولك شكبالا كان عايز ياخد اللقطة وكان عايز بيفكر في الاحتفال اظن اللي مفيش عقلية طبيعي مفيش عقلية تلعيب مفروض بكمل خبرات يبقى لا تفكيره وغالبا ده اللي ما حصلش لكن في الاول والاخر خلي بالك انت اعظم لعيبة ضيعت الحاجة التانية انا فيه نقطة يعني انت شكبالا ضيع ضرب الجزاء وضربات الجزاء كانت شغالة يعني ونفس النادي الاهل رضا سليم ضيع وكانت زمالك ممكن لا فيه بالأهل ضيع لا انا بقولك في الحاسمة هي بالطمع خلي بالك بارك يعني رضا سليم ضيع كانت زمالك جاب كسب صح كده هي وانا بقولك يعني عمر جابر اخر ضيعها ما فيش شوق ما شفتش وانا ما دفعش عن شكبالا ولا بدفع عن العيب بس انا بقولك ما شفت يعني عمر هي الدربة اللي ضعت صح بس لقيت النقد اكتر انا مش عايز الناس تنتقد عمر بس لقيت النقد اكتر اه اللو اشمعنا شكبالا بالزبط 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 هو حظوح انا بالنسبالي وانا بالنسبالي لو انا في الملعب انا شايف اللي عواد كان فائق جدا في المصر صح يا باش احط الكورة وعواد خليبات بلعب برجليه كويس ودربات جزاء كويس يا باشا خلاص هي اخر واحدة وانت فاهمت شو حط الكورة ووش رجلك في نص الجنب هي بتطمع برضه يا خبت يا انت لو مدارك وتتخلي عواد وتتخلي عواد هي بتطمع برضه يعني انت برضه بتبقى لعيب بالنسبالك ايه انا دخل اشوت هكسب الفرقة بتاعتي وهناخد بطولة فرقة كلها جايب تجلي عليها هنقعد هنقعد بقى مثلا خمسين سنة نقول انا اللي كسبت البطولة ويبقى فاهم هي بتطمع برضه بس انا انا ما عجبنيش برضه يعني يعني انا ما عجبنيش برضه انت النهاردة انا زملكي وانا زعيت والناس كلها زعلان بس ما ينفعش النهاردة اللي اطلع اللي كابتن الفرقة ده لازم يمشي وكابتن الفرقة ده مش عارفة ايه ما ينفعش ما ينفعش مفيش كده في الكورة اللي هو ايه الانتقاء الانتقاد اللي حصل بعد الماتش من بعض الناس ما لأ دي كورة يا جماعة ودي ضربة الجزاء عادي معنى اي اعظم ده روبرتو باجو ضيع في نهاية كاس عالم انا وميسي وصباح وكريستيان فهي الظروف كلها اللي هي ضربة الجزاء دي اللي جات فيه وكانت زماني خيخبه طبولة هي معادلة صعبة شوية صحيح لكن خلي بالك اشكوال او داخلي شوط ضربة الجزاء توقع بتفرج عالماتش قلت ايه بصراحة لا كان عندي احساس عادية كان عندي احساس عادية ليه بقى ما عرفش والله بك انبت والله العظيم ما بقول كده عشان يعني هادو عدو عدو يعني عبدالله السعيد لو ده خلي شوط نسبة مية في المية هاجبها نسبة 95% في ناس كده في ناس انت تضمن ان هتيجي هتيجي والله انا يا احمد وحاية ربنا وانا بتفرج انا حمزة المسلوسي بيحط ضربة الجزاء كويس وبيحط كان عندي احساس اللي حمزة بالذات بأمانة مش هقول لأ عمر جبل ما كانش عندي احساس اللي حمزة قلت لأ هيجيبها والموضوع هيفضل انا كنت متوقع لأ هتوسل الحراس شايف ان حمزة بشطها وحش لأ وشطها وحش وفي ماتش السوبر برضو لأفريكي شطها وحش جدا